عندنا في المجتمع المصري أقدر أقول له حكي مش عارف متفق معي ولا لأ أن إحنا عندنا أمية غذائية إحنا ما بنعرفش إيه يعني أنواع الطعام أو الأكل اللي بيقوّل مناعة ويحافظ على قوة الأسنان ده هي خليني أسأل حضرتك إيه أشهر الأمراض اللي بيعاني منها المصريين في ملف الأسنان بالتحديد معروسة من الصفر ومعظم إحنا في شعن مصري مطحومين يعني إيه أنت من أول اللي بتقوم من اليوم الصبحة لديك صعوبة في المواصلات صعوبة تروح للشغل ففكرة الرفاهية إن أنت تهتم الأسناناً دي شايف إن الناس مش أكد نبنها منها يعني الناس يبتيني تقول له مثلا على غسيل الأسنان على الاهتمام تزور طبيب الأسنان كل 3 شهر أقول لك يا عبد أنا يعني هعمل إيه وإيه 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 صحيح فهي دايما الاهتمام بالصحة أو اللايف ستايل أو شكل الحياة الإنسان بيعيشها بتبقى مرتبطة بالحياة العامة في البلد يعني يعني كتير أو حتى لمستواهم المال كويس برضو الناس مالبوخة يعني حس الناس في دوامة يعني يمكن دا بيخليهم كتير مش مهتمين بأسناناً نعم إنما في على الجانب الأخر في ناس مهتمة وفي ناس بتعمل زيارة لطبيب الأسنان كل فترة نعم ويتتابع الأسنان لكن واحد من الأعراض الخطيرة جداً والمنتشرة يمكن أنا عنيك من هذه التجربة حضرتك عارف دا كويس درس العقل يعني كتير قوي من المصريين يقول لك أن نراح لطبيب الأسنان عشان نشيط دروس العقل كلها هل دا المساب يعني دو تشخيص معين هل في تاريخ للقصة دي عندنا في مصر؟ نعم دروس العقل من المشاكل الكتيرة جداً ويمكن السبب الرئيسي لها تغير عادتنا الغذائية يعني زمان كان في جيل أنا إن كنت متوعش على الكلام دا كنا بنأكل قصب ودوم وحاجات نشفة كتير الأشياء النشفة وإحنا طلبنا في ابتدائي والكلام دا كانت بتساعد في النمو بتاع الفك نعم فكان الفك ينمو بشكل طبيعي فيحتوي كل الأسنان نعم فبعية الطعم بتاعتنا اللي هو يمكن تجيل بقى الزغير اللي هو تتليه أكلهم كله صفت كلها حاجات صناعية وكلها فدايما الفك بيحصل فيه كنصور في النمو التاعه فالفك لا ينمو النمو الطبيعي فما بياخدش كل الأسنان فغاليما دروس العقل بتطلع فيها مشكلة مافيش مسافة تستوعب فكان يطلع ده بس العقل مدفون أو ممتمر يعني داخل العرض نعم لكن في طبعا في أسباب تانية ورسية يكون ورس الفك من أبو والأسنان من الأم في أكثر من أسباب بس لسبب السيوريتيكال واللي الناس كلها بتتكلم عنه الزهرة دي زادت ليه؟ لأن طبيعة التغذية بتاعتنا وطريقة الأكل بتاعتنا اختلفت عن زمان نعم